السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الخامس الخاص بالإندكتر ونكمل اليوم إن شاء الله هذا الجزء الأول الخاص بالعلاقة بين الجهد والتيار داخل الإندكتر وسنقوم بأمثلة لمعرفة هذه العلاقة علاقة الجهد مع الطيار في الإندكتر إذن في هذا المثال الأول عندي ملف إندكتر إذن عندي هنا قيمة الجهد في الإندكتر وعندي طيار كهربائي هذه قيمته المطلوب مني في هذا المثال الأول استخراج قيمة الإندكتر لهذا الإندكتر إذن سوف نقوم بتطبيق مباشر للقانون الذي يربط الجهد والتيار داخل الإندكتر نعرف أنه قيمة الجهد تساوي قيمة الإندكتر ضارب اشتقاق التيار الكهربائي ونخرج إذن قيمة الأل قيمة الإندكتر فتكون هي قيمة الجهد على قيمة اشتقاق التيار الكهربائي ولا ننسى تحويل الملي فولت أو الملي إمبير إلى الفولت والإمبير الملي هي عشرة إلا ثلاثة فتكون قيمة الآل هنا هي 54 ملي أنري يعني 54 عشرة سالب ثلاثة أنري المثال الثاني وهو كذلك لتطبيق قانون العلاقة بين الفي والآي بين الجهد والتيار الكهربائي داخل الإندكتر إذن هنا عندي current source قيمة التيار الكهربائي في الزمن أقل من صفر هي صفر أما إن كان الزمن أكبر من صفر فهذه قيمة التيار الكهربائي وهذه الcurrent source connect مع إندكتر قيمة هذه الإندكتر 100 ملي هوري المطلوب هنا استخراج قيمة الجهد V في الإندكتر بعد ما أعطي لي بعد ما أعطي لي قيمة التيار الكهربائي إذن سأطبق مباشرة قانون الفي آي داخل الإندكتر إندكتر نعرف أنه قيمة الفي هي قيمة الز هذه الز ضرب اشتقاق التيار الكهربائي هذا التيار له قيمتين ننتبه في المعطة عندي طيار يساوي 0 في هذا الزمن ولو قيمة تتغير مع الزمن عدما يكون الزمن أكبر من 0 فهنا إذن سوف أجد لهذا الطيار قيمة للجهد ولهذا الطيار كذلك قيمة ثانية للجهد بالنسبة إلى هذه القيمة في الزمن أقل من 0 إذن واضحة جدا سوف تكون 0 فولت إذا طبقنا هذا القانون وبالنسبة للزمن أكبر من 0 نعوذ فقط هنا إذن V تساوي قيمة الاندكتنس هي 100 ميلي يعني ضرب عشر ثلاثة إلا ثلاثة ضرب ماذا اشتقاق الطيار الكهربائي كم قيمة الطيار الكهربائي هذه قيمة الطيار الكهربائي نقوم باشتقاقها لنخرج قيمة الجهد في الزمن أكبر من سفر ثم نقوم برسم تغير الطيار الكهربائي وهذا الجهد كذلك نقوم برسمه في الزمن ونلاحظ في الـ 0.2 ثانية نلاحظ أن الطيار الكهربائي يصل إلى أقصى حد ترجمة نانسي قنقر